نتكلم بقى عن الخبر القادم وتكلمنا يمكن قبل كده برضو في فكرة استضافة يعني هذا الاستضافة او الحديث عن هذا الملف وكلم معنا الناقد الرياضي محمد جمال تحديدا في مداخلة وفكرة هنا هل تنظيم ودية لمنتخب مصر يعني قبل امم افريقيا مهم ولا لا ولا وانت لو انت فكر مبارح سألنا سيد محمد ايه هي مفروض المنتخبات اللي نبتدي نجهز معاها اللي نبتدي نفكر ان اللي جاي حيكون شوية يعني افضل مع الجاهزية في المسكرات الودية وغيره المطشط الودية فهو كان بيتكلم معنا انها طبعا لازم يكون فيه تحديد لكن حتى هذه اللحظة لسه طبعا ما تمش تحديد ايه هي المنتخبات اللي انت هتنفسها او اللي انت هتلعب معها الودية طبعا للجاهزية لكن اللي احنا سمعنا ان مفروض كان فيه تم عرض من الاتحاد على فيتوريا ان يكون او يلعب مع منتخب اليابان يا كريم لكن انا اعتقد رد فعله كان او اتفق مع فيتوريا في رد فعله لانه هو قالك لأ يعني انا مش عايز الاعب منتخب زي اليابان انا بتكلم على افريقيا انا عايز العب مع منتخبات افريقية فمنطقي جدا لكن ايه اللي هيحصل فترة اللي جاي بالزبط اعتقد هيبقى فيه حسم بقى طبعا للوديات القادمة هنتابع لكن اتمنى يكون فيه قوة في الاعداد الفترة دي هي اللي برضو بتحسم شكل كبير جدا اللي جاي يا كريم طبعا طبعا ان شاء الله خير بمناسبة بقى ان انتي فتحت بقى الكلام عن المنتخب عايزين نطمن حضراتكم بخصوص احمد حجازي لان كثرت التكاهنات في الفترة الاخيرة لكن اللي حصل انه ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا اعلن انضمام طبعا حجازي مدافع اتحاد جد السعودي لقائمة منتخب مصر في بطولة امم افريقيا المقبلة في كودفوار خصوصا بعد ما هو شخصيا رجع لقائمة فريقه ويبتدى يشارك تدريجيا وده اكيد هيخليه جاهز تماما للانضمام لصفوف المنتخب من المفترض ان القائمة الاولية للمنتخب هتضم 55 لاعب وحتعلن يوم 14 ديسمبر يعني كمان كم يوم ان شاء الله على ان يتم تصفيد هذا الرقم ليصل الى 23 لاعب قبل السفر لكودفوار وطبعا بلتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله باللي جاي